الحزب الحاكم في تركيا يعترض على نتائج الانتخابات البلدية فيقدم الطعون ويعاد الفرز اللجنة العليا للانتخابات أعادت فرز الأصوات بثماني دوائر في اسطنبول فيما طلبها مرشح المعارضة بإعلان فوزه المعارضة التركية اعتبرت إعادة الفرز مضيعة للوقت كونها لن تؤثر على النتائج وكان حزب العدالة والتنمية طعن في نتائج اسطنبول بعد خسارة مرشحه رئيس الحكومة الأسبق بن علي يلدرم لصالح مرشح المعارضة تشكل هزيمة حزب العدالة والتنمية في أنقرة ضربة مجيعة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان حيث فقد حزبه السيطرة على العاصمة أنقرة للمرة الأولى منذ تأسيس الحزب عام 2001 لكن خسارة اسطنبول تشكل الصدمة الأكبر للرئيس التركي فمساحة اسطنبول تبلغ ثلاثة أمثال العاصمة سكانيا واقتصاديا واستهل فيها أردوغان مسيرته السياسية وكان رئيسا لبلديتها في التسعينيات وكان دائما ما يقول إن من يفوز باسطنبول يفوز في تركيا هاجس جعل الحزب الحاكم يطلب بإعادة فرز الأصوات في عدد من الدوائر الانتخابية في مدينة اسطنبول وما قابلته اللجنة العليا للانتخابات التركية التي أعلنت أنها ستعيد فرز الأصوات في ثماني دوائر انتخابية وفقا للملفات التي تلقيناها الليلة الماضية في ثماني مناطق في اسطنبول قررنا إعادة عدد الأصوات وقد بدأت بعض المجالس في تنفيذ هذا القرار وتتهم المعرضة أردوغان وحزبه بمحاولة كسب الوقت من أجل تهريب العديد من الوثائق والمستندات من بلدية اسطنبول التي طالما دار حولها اتهامات بالفساد وحذر مرشحها في اسطنبول من انزلق البلاد في حالة من عدم اليقين في حالة عدم اعتراف أردوغان بنتائج اسطنبول وفقا للملفات التي تلقيناها الليلة الماضية في ثماني مناطق في اسطنبول قررنا إعادة عدد الأصوات وقد بدأت بعض المجالس في تنفيذ هذا القرار ويقول المراقبون إن عملية إعادة الفرز في تركيا لن تغير نتيجة بلدية اسطنبول الكبرى إلا إذا استبقت عملية إعادة الفرز تغيير أو نقل للأوراق الانتخابية بهدف تغيير النتيجة وتعد المدينتان اسطنبول وأنقرة مع قلان لحزب العدالة والتنمية منذ 25 عاما وهذا التحول التاريخي في مصاريهم الانتخابي وخسارتهم بالإضافة إلى أزمير يثير التساؤل حول مستقبل الرئيس أردوغان الذي يحكم البلاد منذ 16 عاما خصوصا مع ظهور الرئيس بلدية اسطنبول الجديد أكرم إمام أغلو الذي بدأت العديد من الأصوات تنادي به منذ الآن مرشحا للانتخابات الرئاسية ضد أردوغان في عام 2023 معنا الآن من اسطنبول الكاتب والباحث السياسي إسلام أزكان سيد أزكان مساء الخير مرحبا بك معنا في غرفة الأخبار هل عملية إعادة العد والفرز في كل هذه الدوائر لها ما يبررها نحن نتحدث هنا عن فارق بحسب المعلومات بين المرشحين ربما 20 ألف أو 25 ألف صوت فقط ولكن هناك أكثر من 300 ألف صوت باطل بحسب اللجنة العليا للانتخابات ألا يبرر هذا العدد الكبير ضرورة إجراء عادة الفرز والعد النقطة الأولى أن الاعتراض وطعم فيما يتعلق بفرز الأصوات أو طلب إعادة فرز الأصوات هذا حق دموقراطي وشرعي جدا هذا ممكن الموافقة عليه ولكن المشكلة يجب أن يتم تقديم الأدلة يعني الاعتراضات لازم يكون هناك تبريرات يعني إذا لديكم ثبابت إذا لديكم أدلة دامغة إذا لديكم مبررات حقيقية وقانونية هذا حق دموقراطي جدا وأي حزب يعني ليس حزب العدادة والتنمية أيضا والأحزاب المعارضة بإمكانهم أن يراجعوا اللجنة الانتخابات العلية والسلطة القضائية هذا شيء ممكن وأيضا حزب الشعب الديمقراطية في بعض المحافظات في شرق تركيا حاليا اعترضت على إعادة فرز الأصوات ولكن لم يتم تقبلها يعني من قبل السلطة القضائية أو من قبل اللجنة الانتخابات العلية ما علس في الشديد هناك يعني خاصة حزب الشعب الديمقراطي حزب بعضهم يسمونه حزب كردي هم يدعون أن هناك ازدواجية في المعايير السلطة القضائية واللجنة الانتخابات العلية يعني لم رغم أنها تقبلت الاعتراضات أو قبلت الاعتراضات ووافقت عليها في إسطنبول بينما لم يتقبل ولم يعني توافق على الاعتراضات والطعن في بعض المحافظات الشرقية ويتهمون السلطة القضائية بأنها منحازة وغير يعني متحيزة هذه هي مشكلة على ما يبدو وأيضا بالنسبة للأخبار والتقارير التي وردت أوردتها الصحف والمواقع الإلكترونية التركية تقول إن في بعض المقاطعات في إسطنبول تم إعادة الفرز فرز عفوا ولكن طلعت هذه النتائج ليس لصالح حزب العداد والتنمية بل لصالح حزب الشعب الجمهوري يعني كل المؤشرات تشير بأن ليس حزب الشعب الجمهوري ولا الأحزاب المعارضة لا تمتلك قدرة كافية يعني لأن يكون هناك أو يتزور نتائج الانتخابات بينما حزب العداد والتنمية يمتلك جميع الوسائل يعني هناك احتكار حكومي أو حزبي على 95% من وسائل الإعلام التركية وكالة الأناضول تابعة للحكومة التركية حتى السلطة القضائية سأسألك بعد قليل عن بعض ما جاء في وسائل الإعلام وخاصة تلك الموالية للحزب الحاكم ولكن قبل ذلك دعني أقرأ عليك ما قاله نائب رئيس الحزب الحاكم نائب رئيس حزب العداد والتنمية السيد علي إحسان يفوز يقول عن انتخابات يوم الأحد بأنها واحدة من أكثر الانتخابات تشوها في تاريخنا الديمقراطي كيف يمكن لنائب رئيس الحزب الحاكم أن يصف هذه الانتخابات التي أشرفت عليها الحكومة التي يتزعمها هذا الحزب بأنها أكثر الانتخابات تشوها في التاريخ التركي ما رأيك في ذلك؟ أول شيء هذه التصريحات غير مقبولة من جميع المعايير بكل المعايير والنقطة الثانية إذا تكون هناك تزويرات وإذا تكون هذه الانتخابات مشكوكة فيها ومشوهة ومزورة هذه تسيء إلى الدموقراطية في تركيا والنقطة الثالثة يعني هناك تصريحات من قبل بعض المسؤولين مثل بكير بوزداء وبعض الوزراء أدلوا بالتصريحات قبل أربعة أو خمسة سنوات في الانتخابات السابقة قالوا وصرحوا بأن الذي اعترض وطعان في الانتخابات هم من خسروا في الانتخابات يعني الدموقراطية لم تكن عبارة عن الصناديق الاقتراع يجب أن يتم احترام حقوق الإنسان يجب أن يتم أن يكون هناك احترام للقوانين وتفوق القانون يعني نعم من حق الجميع بما فيها الأحزاب المعارضة وحزب العداء والتنمية أن يتم تقديم الاعتراضات والطعن ولكن عندما فازت الأحزاب المعارضة إذا تكون هذه النتائج مشبوهة ومشكوك فيها ومشوهة وعندما فاز حزب العداء والتنمية صالحة هذا شيء غير مقبول أبدا أستاذ إسلام أشرت إلى وسائل الإعلام التي يسيطر عليها الحزب الحاكم هناك عدد من هذه الوسائل كان له تصريحات وتعليقات ومقالات لافتة صحيفة ستار على سبيل المثال ربطت بين هذه الانتخابات وبين محاولة الانقلاب التي جرت عام 2016 وأيضا الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في عام 2013 صحيفة يني شفق رئيس تحرير هذه الصحيفة يصف الانتخابات بأنها انقلاب عبر الانتخابات وهناك أيضا اتهامات بأن جماعة فتح الله قولين متورطة في هذه المسائل ما رأيك بهذه المواقف التي أطلقها الإعلام المؤيد للحزب الحاكم مع الأسف الشديد هذه المقولة هذه التصريحات أو هذه التغريدات تغريدات جنونية وعناوين جنونية ومضحكة يعني مرفوضة بكل المعايير يعني كيف تكون الانتخابات هو انقلاب على حزب منتخب أو حزب شرعي في الحكم يعني إذا يكون هناك انقلاب إذا لا نجري أي انتخابات لا ندخل في الانتخابات يعني الشعب التركي يحكم يحكم عليه حزب العداءة والتنمية ويحكم عليه إلى الأبد يعني مئة سنة خمسة مئة سنة هذا غيره يعني أنا لا أريد التركيز على مثل هذه التصريحات المضحكة والجميع يشاهد والجميع يرفض مثل هذه التصريحات والعناوين الصحفية ولكن معلسة في الشديد هذه هذا شيء يعني أنا لا أقول أن مسؤولي أو زعماء حزب العداءة والتنمية يوافق على مثل هذه العناوين المضحكة والجنونية ولكن هذا مؤشر قوي جدا بأن إلى أي حد وصل وصلت وسائل الإعلام التركية فيما يتعلق بالحقوق والديمقراطيات وحقوق الإنسان بتركيا معلسة في الشديد شكرا لك إسلام أزكان الكاتب والباحث السياسي كان معنا مباشرة من أسطنبول شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم